أحلى راديو الثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة توتسويت صندوق الأخبار توتسويت البوكس نيوز بوكس نيوز بندودة أهلا توحشتها نمشي ونحكيه على أخبار اللوليني دار برشا على الفيسبوك احنا في العادة ديما نحكيه على الفضائح اللي يصير في المستشفيات من قبل القطع ديما نوريو للمواطن قاعد يتعرض للعنف اللفظي لكن المرة هذه بيش نحكي على تبيبة اختصاص طب عام ومسؤولة عن مركز الرعاية الأساسية في منطقة تسعيدة من معتمدية ويد الليل وين البرح وين نهارت الربع بيتوت عرضت للعنف الجسدي من قبل مريض شاب مما خلف لها أضرار على مستوى الظهر وكذلك زدت عرضة للعنف اللفظي برشا اتوين ستفعله مع الأخبار رذية والتعليق كانت هكا ولا الطباء يعانيو أما ديما نوريو العاكس نوريو اللي مواطن يعانف في المواطن وبعد سيد الوزير يحب يرجع الطباء اللي في الخارج وفما اللي يكتب عليش أول مرة هذي ولا مرة صلحوا ولا مرة اخذوا قرارات ردعية تحمي الطباء تعليق آخر يقول هذا بسبب غياب الأمن في مستشفياتنا كان جاي فما مركز غادرة هم ما يصيرش هذا الكل ونوفا بالتعليق هذا اتهنيو ما يتحركو إلا ما يموت طبيب ولا طبيبة بش ياخدوا قرارات وهو سواء نستنعوا حتى اليوم تموت طبيبة ولا طبيبة تحت العنف بش نتحرك وناخدوا قرارات سونيا من علشن اللي نستنعوا خطر نتفكروا مؤخرا وقعت مدهمة اسبيتار الرابطة دخلوا مصالحين سلاح سلاح أبيض وعتديوا على على الأطباء على الممرضين عصابة كاملة دخلت للاسبيتار وموضوع الأمن المستشفيات اليوم ولا موضوع جدي لأن الحالة خطيرة بورهيند تفكر في الثمانينات شنو عمل بن علي في الجامعات؟ الأمن الجامعي الأمن الجامعي عمل المركز في وسط الجامع مركز أمن في وسط الجامع وقتها بالطبيعة أحتاجينا برشة أنا ذاك على خطر الأمن ولا معنا ولا عايش معنا في مركز الشرطة اليوم يدهل المستشفيات يسمعهم مركز أمن في وسط المستشفى بورهين عندها الحق سونيا عسكرة عسكرة الجامعة عسكرة الجامعة اللي هي كانت في بعض سلبي في بعض سلبي جدا الآن تقريبا مطالبين بعسكرة المستشفيات تقريبا أكثر قطاع في كونتاكت فيزيك مباشر لولانين وبعدهم يجيوا لسيدة والمعلمين لكن لسيدة والمعلمين باقي الكونتاكت فيزيك المباشر ممتاحهم مع تليم ذاتهم باقي قد بفهم حالات استثنائية بتاع تلميدي يعتدي على أستاذ والمعلم تبقى ديما استثنائية لكن أكثر قطاع الموظف في الإدارة وراء بيروه وراء الجيشين بتاعه وراء كذا لكن الأطباء الممرضين في المستشفيات في كونتاكت ديريكت مع المواطن في وضعية عادة يسود هالتوتر العصبي فماش واحد ناشي الاسبيتار ساعد فرحان مش يضحكوا يلعبوا كذا مشاكل اللي تحصل من الصحة إلى غير ذلك لهناك ما قالت سونيا التفكير في نسيج حمائي خاص بالمستشفيات أمن المستشفيات ما كلاكتوش اليوم ما فماشي شيئناه منعرفش نقابات الأطباء ونقابات الممرضين المفترض وهدي على معناها على رأس رأس القائم في الطلابات المتاحة أمن المستشفيات مش فقط سيكوريتي مسكين في الباب يبدأ جرلو في ابتغديكة باش يدخل الضياف ويدخل الزوار المستشفى لا كيما قالت سونيا برش حالات هوا بندية زطن يعنيش قديش منوزير جاي محطش النقطة هدي بشي القالح حال هدي زيادة تطلب باشن هو معنا متاع فكر متاع تفكير تنسيق مع الأمن تنسيق مع الأحكومة نلقاه حل هالمشكلة هدي كور خاس بالمستشفى كور خاس تستعين بالداخلية تجيب كور من البرة ما نعرفش ولكن تلقاه له حل قداش منوزير صحة تعادة ولا واحد حتى هيدا كمشكل يزينا نلقاه له حل تعودوا في نفس الكلام رأو شهر التالي حكينا على الفلسطة اللي عندهم في فرنسا كي ينزل تنقص كما البانكة في المركز ويلي جيك غادي يسير بلاس بعد دقيقة ودقيقتين نفس الكلام عشر سنين رأو مش عادي مش عادي الفشل في كل شي الفشل فسل كل قضية موجودة اليوم ولا وزير قادر يقول هذا موضوع الشابيتر سكرته وانتهى معاش نحكيه على اعتداءات الطبى والممرضين اليوم في تونس مش عادي نناس اللي مؤكد معتا أن اللي متعتدي على طبيب رأوية حاجة مش مقبولة ومش مسموحة بيب واحد والصف من هنا وبره وانجيك وكل واحد يعتبر الكامب تياه وهو معتا أهم حاجة أمه ولا أبو ولا ما هذا التوتر هذي يراوي بتبيعته يخرق التشنج يخرق برشة مشاكل هذيك عليش هما الناس هذي هما زادة يزم السبيتارات تتوفر تعطي للجنس هي يزم فما زوس لذا أصحاب اختصاص بشي نجم ينظم هذا رفيق نسبة العنف اللي نحكيو فيها نسبك ساعة والحاجة الثانية حتى كان فما حتى مش عادي اليوم النطبيب بتضرب خمسين حادثة تصير ما الثورة اليوم ولا فما وزير قال هذا ملف متاع أولويات المطالب متاع النقابات المطالب متاع النقابات والقربات اخوي انا معا ما ترجع تخدم كان ما يلقى لك حال هذا مطلب الناس الكل ناقل فيك كي نلقاو مش امور فلوز وزيادات وبرمات وغيره طولز في كل تيخف معك طو في ثمانية واربعين ساعة يلقاو لك خاصة خاصة نشوف تخبر من نوع هذية رفيق جاي فينا السياقة في سياق وزير الصحة خاطب أطبائنا اللي في الخارج هم جايين هم جايين وزيد اليوم حل مناظرة مناظرة في شكل صحلي حول مرة مناظرة انتداب أمان أخلطوا أخلطوا اللي تخرجتوا في الدورة هذية من كليات الطب يجيبش تاخد مطول حاجة تشجعي ويجيوا يسمعوا حاجة من نوع هذية بتاع اتداءات كي ما قلنا البوليس هو اللي حلها في المحاكم ياخي المحاكم هاي محمية بمراكز الشرطة محمية بمراكز الشرطة ما تحصلش المحاكم وما أدراك اللي يحصل فيها توترات واحد يسمع خوز وحكاة بالحبة صغيرة هاي هاي هذية الأمور وما نسمعوش في برشة حواد على خاطر مركز البوليسي لاخبار الموالي سنتري الليال البرح تدوين أثارت برشة